الحاجة التانية برضو اللي عايز اتكلم حضراتكو فيها وهي نقطة مهمة جدا واحنا بنتكلم النهاردة عن ان احنا الحظوص تكون متساوية منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس زي النهاردة ما هو سمح لبن رمضان وبن شريفية لعب الترجي التونسي علشان يخرجوا من المعسكر من يومين وينضموا ليه فريق الترجي علشان يستعدوا يكونوا موجودين في المعسكر النهاردة علي معلول موجود في معسكر المنتخب التونسي بعد ساعتين بالزبط منتخب تونس هيواجه منتخب مالي علي معلول النهاردة اتمنى اتمنى منذر الكبير علشان ما يبقاش فيه قال وقيل ويكون فيه علامات استفهام النهاردة المنتخب التونسي هيقابل منتخب مالي في مباراة من العاري الثقيل مباراة قوية جدا هيكون قليو جانج هنا وعلي معلول هنا اتمنى ان علي معلول اللي بقاله فترة كبيرة جدا مبتعد عن المباريات بدأ ياخد اجزاء خد شوت في السبر الافريقي خد شوت فيه المباراة السابقة ما منتخب الجزار النهاردة ما يتمش الدفع بالمباراة كاملة بعلي معلول خاصة ان اللاعب بقاله فترة بعيدة عن المباريات فالنهاردة بعيدة عن المباريات فالنهاردة لازم المدير الفني يحط النقطة دي في الحسبان مهمة جدا علشان لقدر الله اللاعب يتصاب بعد غياب فترة لازم يتم الدفع به تدريجيا ده من حيث علي معلول نتمنى ان شاء الله النهاردة يظهر بشكل كويس برضو يكتسب فورمة المباريات بس النهاردة ما يكونش موجود في المباراة تسعين دي قال يودانج نفس الكلام برضو معمتخب مالي شارك جزء من المباراة النهاردة الحاجة التانية ان احنا بنتكلم النهاردة التلات متبقي تلاتة يام أربع خميس جمعة على المباراة القادمة المباراة المهمة المباراة المرتاقبة بين الاهل والترجي وزي ما بقول دايما العلاقة ما بين مصر و تونس علاقة حميمة علاقة جيدة جدا احنا كمصريين او كمشجعين بنروح في تونس بيستقبلون استقبال جايج جدا نفس الكلام الجالية التونسية او الجماهير التونسية او البعثة التونسية لما بتيجي مصر هنا بتستقبل افضل استقبال ان شاء الله بنتمنى المباراة القادمة زي ما بنكلم حضرك يكون فيه برضو الامور على افضل حال عايز انسى سيناريو 2017 سيناريو 2017 دخل عناصر في النص هي اللي حبت تسخن المواضيع وتضرب في العلاقة ما بين مصر و تونس وتضرب في العلاقة ما بين الاهل والترجي لكن العلاقة ما بين الاهل والترجي دايما علاقة جايدة بنشوف اللاعبة التونسية لما بتيجي مصر هنا وبتلعب فلندية المصرية ازاي بيتم استقباله وازاي بتعامله نفس الكلام لما بيكون فيه لعيبة برضو مصرية بتلعب في تونس بيتعامله ازاي فهي دي فهي دي العلاقة دايما المميزة شوفنا في النادي الاهلي علي معلول علي معلول بيتعامل كأنه مصري بالزبط كأنه مصر الجنسية افضل اه معاملة من الجماهير المصرية من جماهير النادي الاهلي شوفنا برضو النجم التونسي أنيس مجلبان وكان ما وجود معانا في الجيل السابق ازاي كلامه كله عن النادي الاهلي وعن مصر والفترة اللي قضاها في مصر فبقول لحضراتكم للمرة التانية مباراة مهمة خارج التوقعات